وقعت شركة بابكو انرجيز مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود قطاع الطاقة في مملكة البحرين اتفاقية مع كل من اللجنة الأولمبية البحرينية ومجموعة دي بي وورد العالمية للغولف لرعاية جولة دي بي وورد العالمية للغولف والتي ستحتضنها مملكة البحرين خلال الفترة من الأول لغاية الرابع من فبراير 2024 برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه على ملاعب النادي الملكي للغولف وشهد توقع اتفاقية الرعاية والشراكة سمو الشخالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية بحضور سمو الشخص المام بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسعادت السيدة فاطمة بن جعفر السيرفي وزيرة السياحة وعدد من كبار الحضور والمسؤولين ووقع كل من السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو انيرجيز ومن جانب اللجنة الأولمبية البحرينية الأمين العام سعادت السيد فارس مصطفى الكوهجي ومن جانب مجموعة دي بي وورد العالمية للغولف السيد توماس فليبس هذا وقد أعرب السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة باكو انرجيس عن اعتزازه الكبير برعاية جولة دي بي وورد العالمية للغولف والتي تعد واحدة من أبرز منافسات الغولف على مستوى العالم منذ انطلاقتها الأولى عام 1972 مؤكدا بأن رعاية باكو انرجيس يأتي من منطلق إيمانها بأهمية دعم الحركة الشبابية والرياضية في مملكة البحرين والمساهمة في إنجاح مختلف البطولات التي تقام على أرضها انطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية والحرص على دعم مختلف الفعاليات الوطنية بدوره أكد سعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية أن رعاية مجموعة باكو انرجيس كشريك وراعي سيكون له أبلغ الأثر في تحقيق النجاح المنشود لجولة دي بي وورد العالمية للغولف معربا عن اعتزازه برعاية مجموعة باكو انرجيس والتي تعكس حرصها المتواصل على دعم القطاع الرياضي من جهته أكد السيد توم فليبس المدير التنفيذي لجولة دي بي وورد للغولف عن سروره الكبير بإبرام تلك الاتفاقية والتي من شأنها أن تعزز من قيمة الجولة العالمية التي ستقام بضيافة مملكة البحرين والتي تعبر عن الاهتمام الكبير بتنظيم الحدث بأفضل صورة معربا عن تقديره الكبير لتلك الرعاية التي ستسهم في نجاح جولة دي بي وورد العالمية للغولف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر